مرحلة القادمة في الملف وايد مهم اللي هو هناك أكثر من 350 مرسوم راح يطلعون في تعيين القيادين شنو خطورة هذا الموضوع محمد وزارة التربية مثلا من الوكيل إلى كل المدراء إلى كل الوكلاء إلى مؤسسات تعليم العالي جامعة الكويت معهد الأبعاث تعليم العالي مجلس جامعات الخاصة معهد الفنون المسرحية معهد الفنون الموسيقية أكادمية الفنون كلها بالاستثناء ما فيها مراسيم مم 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 وكل المؤسسات أنا عضو بلجلة الميزانيات أبو حمد ما تتمعنا مع أي وكيل بالأصالة هذه مشكلة طبعا مشكلة الآن شون بعرف جديهنين رجل مناسب في مكان مناسب وأنا بفهم ليش دائما الحكومة تحط علتها على المجلس ترى من حقي من حقي أنا كعضو أن أزكي أحمد الفضلي في منصب معين أنا ما راح أخذ إيد القلم من الوزير ووقع عنه ترى هذا دورنا أقول لو ترى هذا الرجل زين لكن من اللي يوقع ويحط أنا نعم وهو اللي يختار الوزير هو اللي يختار صحيح ولو تدخل معاك عضو ولو تدخل في اختصاصك عضو أنا ما قدر أحاسب العضو العضو يحاسب الأمة لكن أنت اللي راح أتوقع طيب اختيارك الشخص اللي بالأصالة هو مسؤولي تكوزير ولذلك الكويت تحتاج فعلا اختيار هذه الوظائف القيادية المعنية وين كل مؤسسات دولة كلها بلا استثناء كلها فاضية نعم يعني دكتور وهي يعني الغيادات هذه هي اللي تدير الوزارات تتجولها بشكل يعني هي اللي تدير يعني الوزير منصب سياسي الوزير منصب سياسي نعم ومدة بقاء لا تتجاوز السنة بينما الوكيل وكالمساعدين على الأقل يقعد دورة كاملة أربع سنوات ولذلك 350 أو 380 منصب قيادي بالنسبة لي مؤشر رئيسي إن الحكومة فعلا جادة وتضع الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب بس ما تشوف قد يدخل فيها موضوع الترضيات دكتور حمد إذن فلتتحمل حكومة المشارعة واختياراتها والمزيد من التعطيل والمزيد من الإحباط والمزيد من الفساد هل أنت متفائل إن الحكومة السمو الشيخ محمد صباح السالم جادة في عملية تعيين القيادات بشكل جيد وبناء على الكفاءة إلا الآن ما شفنا منه شيء إحنا قعدنا ثلاثة أسابيع أقول لك محمد ما حضر جلسة واحدة ما سمعناه في قاعة عبدالله السالم إلا بالقسم وبالتالي ما أقدر أحكم عليه زميل لما كان سفير أنا كنت طالب دكتوراه وكانت في علاقة شخصية أنا بشيل علاقات شخصية أمام الكويت الكويت أكبر مني من الدكتور محمد صباح السالم أنا ردا على السؤال المؤشر الإصراع الحقيقي هذا بند من بنودة اللي هي الوظائف القيادية لازم فعلا الشعب الكويت يقول والله اختاروا فلان هذا كفو وبعدين التدرج مهم ما يصير مؤسسات فيها ناس يعني من رئيس قسم متدرج موجود بعدين يتيب لواحد من بره ضدها الشيء لأنه يفترض على المؤسسات أن يكون إذا ما لقينها بها ونعمة لكن لا يمكن أن يكون جميع هذه المؤسسات الحكومية سواء الملحقة أو المستقلة أو الوزارات والهيئات لا يمكن أن يكون إلا فيها مواطنين وأنا متأكد أنه فيه كفاءات لا تحطون الحكومة دائما تقول المجلس يؤق المجلس ما يؤق القرار عندك أنت اللي توقع وأنا أقول لك القرار عند الوزير ما فيه ابتزاز تتوقع الدكتوري وإذا فيه ليش تخضع له أنا ما ودي أنا بكون صريح هذا دائما رأيتهم والله أن النواب وهم من يبتزون الناس جاءت تسمع وتعرف أن هناك تدخلات أنت بس بالنهاية شعب إذا فيه تدخلات فيه تدخلات محمودة أني أزكي واحد زين زين بالنهاية بالنهاية القرار عند من؟ عند الوزير عند الوزير قرار عند الحكومة